منذ أن وقعت الأطراف الليبية في 2015 بمدينة الإسخيرات المغربية اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد أصبحت بموجبه حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة المعترف بها دوليا الأمم المتحدة قالت أن رئيس الحكومة المعترف بها دوليا فايز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال انتخابات عامة لم يلبث حفتر أن انقلب على هذا الاتفاق ليشن هجوما على العاصمة طرابلس في الرابع من نيسان 2019 قتل فيه أكثر من 280 مدنيا وحوالي ألفي مقاتل ونزح نحو 146 ألف ليبي وفقا للأمم المتحدة وانتهت تلك الجولة بإحكام حكومة الوفاق السيطرة على مدينة غريان قبل أن تكرر محاولات حفتر للسيطرة على طرابلس مجددا لتطلب حكومة الوفاق رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبحري وبري لمواجهة قوات حفتر في خضم تلك الأحداث برزت الدبلوماسية التركية في محاولة لإنجاح التهدئة وبذل جهود تهدف إلى إخماد الصراعات لا إلى تأجيجها كما تقول أنقرة وضمن التحركات الدبلوماسية الواسعة دعا الرئيس التركي رجل طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثامن من شهر كانون الثاني الحالي إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الاتفاق السياسي الموقعي في 2015 المحادثات التي جرت في العاصمة الروسية موسكو بعد إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار أدى إلى صمت الأسلحة الثقيلة وإن كان كل طرف يتهم الثاني بخرق الهدنة في حوادث متفرقة بيد أن حفتر غادر العاصمة الروسية موسكو دون أن يوقع على الاتفاق رفض حفتر للوساطة التركية الروسية فتح باب التكهنات على مصراعيه بشأن الأسباب التي دفعت الجنرال الليبي لعدم التوقيع على الوثيقة التي تحدد شروط الهدنة في ليبيا تحت رعاية روسية تركية كما أعادت طرح التساؤلات بشأن مستقبل الأزمة الليبية التي تسعى أطراف دولية وإقليمية عدة لإيجاد حل لها ولعل آخرها المبادرة التي طرحتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لعقد مؤتمر للسلام في ليبيا برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية برلين في وقت لاحق هذا شهر ترجمة نانسي قنقر